هل تتعامل مع هذي الجلوح؟ الجرح بتاع القلب المفتوح ده دايماً بيبقى جرح عنيف شوية وواضح وواضح ما شوفها بسمها كيلوين كيلوين فده دور صنفارة الجلد جهاز الصنفارة بيفرج كتير جداً معا أي جرح عالي عن مستوى الجلد بيبقى دور جهاز الصنفارة مهم جداً إنه هو بيسوي على مستوى الجلد وبيضيع أثر اللي هو بيبقى العين ما بيحبوش خالص إنه موجود في صدره كده هو جرح عالي وعريض زي ما هارك بتقول فده دور الصنفارة إنما إننا أعمله إكسجن إننا أشيله وأعمله جرح التجميل ما بفضلش يعني فيه أماكن معينة ممكن مثلاً لو جرح في البط جرح بعد مرارة أو بعد زي ده ممكن نشيله ونعمله تجميل نشيله جرح وريجاني نشيله ونعمله تجميل إنما الجروح اللي على البون على العظمى إنه فضل إنه هنأمل لها الصنفارة ده يخلينا برضو ندخل على أنواع الجروح الجروح مثلاً يعني أنا دلوقتي لما بيجي لعيان جديد في عملية أو عيان في حادثة مثلاً جديد هل هو الأفضل إنه يتعمل الجرح ده يتعامل معاه ويبقى كويس ولا ممكن أستنى عليه ثلاثة أربعة أيام أو أسبوع وخياته تاني ولا إيه لحكي ده حكاة دي برضو مش مزموطة على الناس والله دي يا دكتور علاء بتعتمد على لو جرح بنزام يعني جرح نظيف ده طبعاً يتعامل تجميل من الأول وبيدي النتائج ممتازة جداً إنما لو جرح في الشارع ما ينفعش إنه نعمله كده أستأذن حضرتك في اتصال معنا الأستاذ حمديني تفضل السلام عليكم تفضل السلام عليكم عليك السلام حضر وبركاته ناد أعزي ستشير لأستاذ الجراحة والنازل حضرتك تفضل معنا أتنين من كبار أستاذة الجراحة تفضل أبناء معي ابن 12 سنة دين تبدأني بالثمراء من إيه من ملكير وعايت تكوه كثير آخر حاجة رحت مبارح لدكتور أم فوزن بيقول لأنا عمل لك عملية جشط للشريان في المناخير ويبدأ شريان جديد فرا سراحة أتخوضت من هذا الموضوع آآ فتنسحني حضرتك بإيه يعني فيه نازيف من مناخيره واتشخص من مناخيره بس وقال لك عايزين نغير الشريان لاجل أنا عمل لك قشط ببادة كيموية كده في المناخير ويبدأ شريان جديد يطلع والكلام من ده أنا مش مقتنع به هذا الكلام تمام ايه رأيك في كلام ده يا دكتور الشرح حضرتك بس تمام ايه رأيك في كلام الشريان الجديد اللي بيطلع ده ده هو الحقيقة طبعا نازم يتوجه لدكتور أم فوزن عشان يفيده أكتر مننا لأنه ده موضوع بتهيق لي خارج التخصص وأنا سامع برضه ان هو مش فاهم من الدكتور كويس هو بتعمل أشعب الرانين المغناطيسي ده أساسي جدا سوى بيقول لك قشت وهيحط مادة كيميائية هو مش هو هو يعمل كريتج هو لا هو هو كلام من راجئ الدكتور صح هو يعمل كريتج للساينسيز للجيوب الأنفية فواضح ان فيها التهاب مزمن في الجيوب الأنفية سوى خليه يعمل بيينزف شوية أيو بيعمل شوية فإلى أنه الأشعة مقطعية وبيتعمل كده أو بتعمل بمنظار دلوقتي تمام منظار تمام هو يعني احنا زي ما قلنا الحكاية التجميل سألت حضارك برضو إيه هي أنواع الجروح اللي ممكن روح تعملها قلت لي فيه جروح جديدة دي سهلة اللي هي جروح العمات أو الحوادث وجروح قديمة طب الجروح القديمة دي نتعمها زي بقى اللي تبقى يعني حاجة مش قويس وزي يعني حضارك مثلا زي الحروق يعني برضو كله بيعتمد على المرحلة اللي جاي فيها الجرح ده يعني دايما التجميل بيتعامل مع المرحلة النظيفة في الجرح عمرنا ما بنتعامل مع جرح فيه تلوث بالصفة التجميل نستطر بقى ننظف الجرح كويس لازم الأول ينظف يعني لو أي جرح فيه صديد أو فيه التهبات أو فيه بتاع لازم نصبر عليه فترة لغاية ما الجرح يبقى نظيف بقى الجرح النظيف ده نتعامل معاك كجرح التجميل نستعزم برضو حضارك في اتصال تاني مين معايا معاك السلام عليكم عليك السلام مين فضل سيد احمد فضل اهلا ايوه معاك تعال هوا سلام عليكم اهلا وسهلا اهلا تفضل ايوه معاك تلدة كترة بقى نبنى مرة جتني دوخة وارح اقول لعندك صدق فعال زعم يعني حشب عامل عاقلية جراحة ولا تاني احنا مستمعين تاني 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 كرر السؤال تاني انا وناعم جتني دوخة دوخة اه وبحس تنمين فرجليك وفراسك تنمين فرجليك وفراسك انا خشي جسمي الخفيفة لما هو حكي مش موضوع تمام دوخة عندك صدق عندك ايه؟ صدق صدق مولوك بي في الازين صدق في الازين اه 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 انا مش عاصي عاملين اناك تقول لي مش مهمة امل كل ما اقول لدي قلت بي وانتي وناس تقول لي غزو مني تعمل واخذيت بي انا هنست انا عاصي العامل يعني حسي بحسي زغله لفاقنية ودخة عانزو commissioner الازين احمد بيقول لك ان عندو صقب في الازين وعملو مشاكل الدوخة والتنميل في الاطراف وكلام من دة بقا اbraح صقب في التغذين طبعا لما هو فصل سنه وكده واضح ان هو كبير يعني ما هواش طفل صغير ليزم طبعا يطفل بالصقب ده اه ليقول له المولود بية اه طبعا مورود بيه لكن التنميل اللي في رجلو ده ملوش علاقة مش علاقة الدول قد يكون عنده حاجة في العمود الفقري قد يكون فعلا عنده حاجة في السكر او حاجة من دي لازم تتشاف لكن مفيش علاقة ما بينهم ويعني جاله تنميل في رجلو وعنده سقب في القلب لكن السقب لازم تعمل دبعا لازم يعمل موجات صوتية على القلب وتشاف شكل السقب ده ايه نوعه وعامل ايه بالزبط والضغوط المختلفة في شرايين القلب وحجرات القلب عشان نتقرر يعمل عملها انما السقب ده برضو قلب مفتوح ويتقفل لا ممكن دلوقتي يتقفل بالأسطرة يعني في جهاز بتركب عن طريق الأسطرة بيقفل السقب ده بس بيبقى ليه طبعا يعني موصفات آين وسقب اللي تقفل بالطريقة دي اذا ما نفعتش الطريقة دي بيتقفل بالجرح بيتحط له رقع ويتقفل برضو في حاجات بتخلي الناس برضو كده ايه قلقانة شوية حكاية الدعامة انا مفيش حد قابلته بصراحة في حياتي قال له ايه راحت رايح راكب العامة وراجع راكب مع الدعامة وكلام منه بس الروع ببقى من ايه نيقولك ان الدعامة دي تسدت ان الدعامة دي عايزة تشال وتحطى الكلام ده ظروفه ايه هو الحقيقة الدعامات طبعا فيه انواع من الدعامات فيه انواع العادية وفيه انواع اللي هيها تزاكية غالبا بتحطي الزكاية دي في مرضى السكر انواع معرضين اكتر لانه الدعامات تتقفل وارد طبعا الدعامات تتقفل زي ما وارد شرعين تجاه بعد الزرعة تتقفل بنسبة قليلة الحقيقة بس ده وارد ولكن يعني اللي انا عايز اقوله ازاي تحمي نفسك من الدعامة ما تتقفلش يعني انت بعد مراكبت الدعامة لازم تحافظ على نفسك لازم تزبط سكر بتاعك تزبط الدهون في الدم يبطل التدخين تماما لانه معظم الناس اللي بيركبوا دعامات معظمهم بتتسد نتيجة انهم رجعوا تاني للتدخين فقصة ديت لازم يعني بعد مراكب الدعامة يحافظ على نفسك الاربع حاجات اللي قلناهم ده ياخد باله منهم طب الادوية المصاحبة بقى لتركيب الدعامة دي طبعا بنادي ادوية بتعمل يلولة في الدم علشان الدعامة تتقفلش دوت بيبقى فيه ادوية بتفضل لحد سنة وفيه ادوية بتفضل طول العمر زي الاسبرين ده لازم يفضل علي طول عمر طيب يعني هم بقى يقول لك دعامة ولا توسيع بالبلونة انا الافضل هو برضو على حسب اديش اكله ايه واد ايه فده ينفعله دعامة ولا ينفعله بلونة ولا ينفعله جراحة يعني ده لازم بيتحدد بعد الاسطارة التشخصية طب برضو تكلمنا على الافضل العيان اللي احنا قلنا هيروح هيحس بقلم في صدره ده يتوجه على طول لدكتور القلب طيب يعني ايه المطلوب منه انه يتعمل ايه هي مثلا زي تحديل هل مسح زري هل اشعة تدخلية بيقولوا احداث حاجة عايز برضو ندي فكرة للناس بتسمع يقولك الاشعة التدخلية عشان بدل الاسطارة وبدل الكلام من ده التشخصية نعمل اشعة عايزنا برضو نسبسط للناس مفهوم الاشعة التدخلية على شرين القلب طبعا هو اول حاجة بيعملها بيعمل رسم قلب مش بالضرورة ان يبين انه عنده مجهود ولا عادي وبالتالي بنقله بقى انه يعمل اشعة اللي هي بالصبغة على الشرين التجاية او يعمل الاسطار الناس بتفضل دلوقتي انها تعمل اشعة المقطعية بالصبغة دي على الشرين على اساس انه هي بتاخد وقته قليل عشر دقايق والمريض ما بيقعدش في المستشفى يعني ما هياش محتاجة ان يقعد يوم زي في الاسطارة ولكن هي من عيوبها انه لو حضرتك عايز تعمل تدخل في نفس الوقت مش ينفع يعني لازم يكون في الاسطارة التدخل ده يعني اولاء مثلا دي وهو بيعمل الاشعة دي مش يقدر يوسعه مش يقدر يحط في دعامة لازم يعمل برضو اسطارة عشان يحط الدعامة دي ولكن هي بتنفع في ايه في زي ما بنقول فلو اوب مثلا انه عيانة عمل زرع شرعين عايزة تطمن انه الامور ما يشعر بنعمل الحكاية دي او عيانة عنده صمام هيغيره وعايزة تطمن بالمرة على شرعين فبعمل برضو الاشعة دي تمام ولكن الافضل طبعا لو هي في قصور واضح في رسم القلب او في المسح الزري او رسم القلب المجهود انه عمل اسطارة لما في قصور خلاص تمام